إلى البرصة المصرية حيث تباين أدى مؤشرات البرصة بختام تعاملات جلسة اليوم في نهاية جلسات الأسبوع وفيها ربح رأس المال السوقي 422 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 692 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فافتتح المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10467 نقطة وأغلق عند 10549 نقطة مرتفعاً بنسبة قدرت بتسعة وسبعين من مئة في المئة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1832 نقطة بنسبة ارتفاع قدرت بأربعة وستين من مئة في المئة متراجعاً بهذه النسبة كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2768 نقطة ليغلق عند مستوى 2783 نقطة هابطاً بنسبة أربعة وخمسين من مئة في المئة إلى أسواق العملات العربية والأجنبية حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيهاً وواحد وعشرين قرشاً للشراء وثمانية عشر جنيهاً واثنين وثلاثين قرشاً للبيع أما بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى تسعة عشر جنيهاً وخمسة عشر قرشاً للشراء وتسعة عشر جنيهاً وثمانية وعشرين قرشاً للبيع بنسبة إلى الجنيه الاستلينية مقارنة بالجنيه المصري فقد وصلت قيمته إلى اثنين وعشرين جنيه وثلاثة وستين قرشاً للشراء واثنين وعشرين جنيه وتسعة وسبعين قرشاً للبيع بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإمراطية ما قيمة 4 جنيهات و 96 قرشا للشراء و 4 جنيهات 99 قرشا للبيع و أخيرا الريال السعودي و الذي وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و 85 قرشا للشراء و 4 جنيهات و 88 قرشا للبيع في أسواق المعادن النفيسة صاعد سعر الذهب العالمي ليصل إلى 1829 دولارا للأوقية أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 921 جنيه وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1075 جنيه وأخيرا عيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1228 جنيه وبالنسبة إلى الجنيه الذهب فقد وصلت قيمته إلى 8600 جنيه إلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت فيها أسعار النفط بفضل آمال في أن يؤدي التخفيف المزمع لقيود الجائحة في مدينة شنغهاي صينية إلى تحسن في طلب على الوقود في حين طغت المخاوف المستمرة حيال نقص الإمدادات العالمية على القلق من طباط النمو الاقتصادي وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت تسليم يوليو بنسبة 1.2% إلى 110 دولارات للبرمين وزادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 6 من 100% لتصل إلى 110 دولارات و21 سنة للبرمين أما أسعار المزودة العالمية فقد ارتفعت هي الأخرى عالمياً بنسبة 1 من 100% لتصل إلى 3 دولارات و56 سنة للتر الواحد وفيها تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 51 من 100% لتسجل 8.31 دولار لكل مليون وحدة حرارية